حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا جدا كتابنا النهاردة عن سلوك أبنائنا تحت عنوان تعديل سلوك أبنائك الكاتب هو الدكتور إيهاب ماجد استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري والترباوي مساء الخير يا دكتور مساء الفل إيه الأخبار؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله تعالى بكون مبسوطة جدا لما بنتقابل أنا جدا جدا وبكون مبسوطة أكتر لإن إحنا هنساعد أولياء الأمور والأهالي والأسر المطحونة مع أولادهم ومع المراهقين ومع الأعمار الكتير والمفاجئات الكتير اللي عمالين نتعرض لها إن إحنا نعدي بيهم مرحلة التربية واللي هي أكيد مرحلة مش سهلة خالص أكيد نتكلم شوية عن تعديل السلوك إمتى بيصلح التعديل وإمتى لا يصلح التعديل؟ بس يوى يمكن ده سؤال بيتسئل كتير لما بيجي لي حد مثلا يقول لي طب أنا ابني دي بقى عنده 25 سنة وأنا ينفع أصلا أن أصلحه أو ينفع تعديل السلوك يعني طبعا فكرة إن إحنا نصلحه دي هي فكرة مش سليمة ولكن فكرة إن إحنا نعدل سلوكياته نعدل سلوكياته لدرجة إن أحيانا ممكن الأم أو الأب يكون عندهم يأس إن أنا مثلا ابني عنده 6-7 سنين طب هو هيبقى صعب فلما حد يجي يسألني السؤال ده إحنا بنقدر نتغير لحد أي وقت في عمرنا بس أهم حاجة يكون أنا معي الاستراتيجية يكون أنا معي الطريقة أكون أنا فاهم إزاي أعدل سلوك نفسي أو أعدل سلوك أبنيي فهو طبعا في أي وقت إحنا نقدر نعمل هذا التعديل لكن لو أنا معي الاستراتيجية السليمة ترجمة نانسي قنقر